ترجمة نانسي قنقر summer الصيف winter الشتاء degree centigrade درجة مئوية weather الطقس what's the weather like بمعنى كيف يبدو الطقس what معنىتها ماذا لكن إذا جاءت بمعية like يصبح المعنى كيف يبدو كيف يبدو الطقس طيب تمام على كل هنا في هذا التمرين التمرين الثالث في عندنا معلومات عن أربع cities four cities city الأول city يعني مدينة أول city اللي هي أمان رياض كايرو وبيروت إذن في عندي أربع مدن وفي معلومات عن كل مدينة ثلاث معلومات عن كل مدينة المعلومة الأولى اللي هي في السمر يعني في الصيف كم درجة الحرارة مثلاً عمان في درجة حرارة في الصيف 32 degrees centigrade 32 درجة والمعلومة الثانية درجة حرارة في الشتاء في winter winter الشتاء 12 degrees centigrade والمعلومة الثالثة اللي هو كمية المطر في all year يعني طوال السنة طوال العام all year مثلاً في عمان 200 مليمتر 200 مليمتر إذن باختصار عندي أربع مدن وكل مدينة في عندي عنها ثلاث معلومات درجة الحرارة في الصيف درجة الحرارة في الشتاء وكمية المطر في طوال ذلك العام طيب جيد الآن المطلوب مني أعمل جمل أتكلم فيها عن هاي المدن إذا نظرنا إلى المثال الأول هو السؤال المحلول what's the weather like in a man in the summer هل هذا السؤال مفهوم لكم إذا كان مفهوم ياريت إنك توقف الفيديو ترجموا هذا السؤال ثم تعودوا تتابع الفيديو آمن إيها ترجمتكم كانت كيف يبدو لأننا حكينا what مع like معنتها كيف يبدو بيختلف المعنى ما بيكون ماذا يحب مثلا لا what like كيف يبدو the weather الطقس في عمان in the summer في الصيف كيف يبدو الطقس في عمان في الصيف إذا لا نظرنا إلى عمان أول شيء في الصيف في السمر وهاي عمان إذن إحنا بنحكي عن المعلومة هاي عمان في وقت الصيف أول شيء نجد معلومة أنه درجة الحرارة 32 درجة مئوية هاي المعلومة الأولى المعلومة الثانية راح نجدها أنه أمطار السنوية لعمان هي 200 مليمتر 200 مليمتر فأنا بدي أعمل جملتين الجملتين الجملة الأولى عن درجة الحرارة في الصيف والمعلومة الثانية عن كمية المطار كيف راح تكون مثل ما احنا هون شايفين الجواب it's إنها يعني أو إنه أي مقصود الطقس it's 32 degrees centigrade in the summer إذن درجة حرارة 32 في الصيف ماذا عن كمية المطار الجملتين الجملتين it has 200 مليمتر of rain every year إذن لديها أي عمان 200 200 مليمتر من المطر كل عام إذن لاحظوا السطر الأول نحكي عن درجة الحرارة السطر الثاني نحكي عن كمية الأمطار بالمليمتر لاحظتم إنه إحنا ما جبنا شيء من عندنا فقط استخدمنا المعلومات موجودة في هذا الجدوى بتصور إنه صار مفهوم كيف راح نتعامل مع هذا التمرين what's the weather like in Riyadh in the winter what's the weather like in Riyadh in the winter حاب أنكم توقفوا في الفيديو الآن أوقفوا في الفيديو اقرأوا هاي الجملة واعطوني الترجمة تبعتها ثم تابعوا الفيديو عشان نشوف ترجمتكم صحيحة أو غير صحيحة المفروض أنها كانت ترجمتكم كيف يبدو الطقس في الرياض في الشتاء يعني في فصل الشتاء إذن إحنا أول شيء نتكلم عن الرياض عن مدينة الرياض هاي مدينة الرياض ثاني شيء الوينتر الشتاء هذا الشتاء إذن إحنا نتكلم عن المعلومة الموجودة هنا هاي الخانة هي عن الوينتر الشتاء في مدينة الرياض لاحظوا أنه درجة الحرارة اللي هي temperature temperature درجة الحرارة هي عبارة عن 14 degrees centigrade 14 degrees centigrade يعني 14 درجة مئوية إذن السطر الأول رح أحكي أنه درجة حرارة 14 درجة مئوية نفس ما هو مكتوب في المثال الأول نفس الشيء اللهم بدل 32 بدل 32 بدل درجة حرارة 32 رح أستخدم 14 يعني بدل 32 رح تكون 14 هذا هو الفرق الوحيد فقط طيب ماشا الحال الشيء الثاني المعلومة الثاني بدي أعرفها اللي هو كم مليمتر المطر في الرياض لاحظوا أنه 124 مليمتر 124 إذن الجملة الثانية في هذا المثال رح أنقولها هون هي كما هي اللهم بدل 200 بدل 200 مليمتر رح أستخدم 124 124 إذن باختصار أنا الآن لما أجاوب على هذه الأسئلة رح يكون النموذج المحلول عندي عبارة عن صورة طبق الأصل باستثناء تغيير رقمين رقم من الجملة الأولى اللي هو درجة الحرارة وتغيير رقم من الجملة الثانية اللي هو كمية المطر طيب الآن هسا بدنا نكتب إحنا جملتين لحل هذا السؤال اللي هو كيف الطقس في الرياض في الشتاء ننتبه إنه في الشتاء الجملة الأول بدنا نكتبها إنه إنه يعني الطقس إنه زي ما حكينا في الشتاء إنه 14 درجة مئوية في الشتاء هاي الجملة الأولى الجملة الثانية رح تكون لديها يعني مدينة الرياض 124 مليمتر من المطر كل عام رح أكتب هذا الجواب أنا حاب إنه أنتوا تحاولوا توقفوا في الفيديو وتكتبوا هذا الجواب هون وبعدين تكمل الفيديو عشان تشوفوا إذا كان جوابك صحيح أو لا بداية خلنح نحكي إنه كم درجة حرارة للرياض في الشتاء It's 14 degrees centigrade in the winter أنا استخدمت winter ما استخدمت الصيف لأن السؤال أصلا كان يسأل عن winter عن الشتاء عن فصل الشتاء مثل ما احنا شايفين هوا عن الشتاء أصلا بدنا نحكي عن كمية الأمطار اللي بتوضع كل سنة في الرياض فبنحكي It has one hundred one hundred twenty twenty four millimeters okay mealy meters every year every year وهي نقطة هيك تكون تات عندي الجملة لاحظوا أنه تقريبا يعني نسخنا الأجوب اللي في المثال بس مجرد تغيير الأرقام اللي هي درجة حرارة بالإضافة لكمية المطر الآن السؤال الثالث بيحكي What's the weather like in Cairo in the summer What's the weather like in Cairo in the summer معنى هذا السؤال كيف يبدو الطقس في القاهرة في فصل الصيف طيب معنا نحن نتكلم عن القاهرة هاي المعلومة الأولى المعلومة الثانية في فصل الصيف هاي القاهرة هاي Cairo القاهرة الصيف هنا الصيف إذن نحن نتكلم عن إنه في فصل الصيف درجة الحرارة 34 degrees centigrade المعلوم هاي الجملة الأولى راح تحتوي على 34 أما الجملة الثانية راح تحتوي على كمية المطر اللي هي 50 millimetres خلينا مباشرة أكتب الحل تبع الجملة الأولى فبنحكي it's it's 30 30 34 degrees centigrade in the summer لأنه في السؤال بس أنه كيف يبدو الطقس في السمر في الصيف فالجوابنا راح يكون عن السمر الآن نتكلم عن كمية المطر مثل ما عملنا في المثالين السابقات راح نحكي it has 50 50 millimetres every year في كل عام في هناك فقط 50 مليمتر من المطر في القاهرة خلونا الآن ننزل للأسفل حتى نكمل الحل في المثال الرابع يحكينا what's the weather like in beirut in the winter واضح أنه كيف يبدو الطقس في بيروت في الوينتر في الشتاء طيب إذا إحنا بنحكي عن الشتاء هاي الشتاء وآخر بيروت في آخر شيء فبالتالي نتكلم عن 11 درجة مئوية والمطر 900 فبتصور أنه أنتو ممكن تعملوا لحالكم قبل ما أكتب الجواب حاول أنتو تكتبوا الجواب بأي أنفسكم سأرح نحكي it's 11 11 degrees centigrade in the winter في فصل الشتاء هاي كنكون كمان الجملة الأولى نروح على الجملة الثانية لاحظوا أنه في عنا 900 مليمتر فبنحكي it has لديها يعني تلك المدينة كم 9 hundred 9 hundred millimetres every year كل عام every year في كل عام في عنا 900 مليمتر من الأمطار هيك بتكون يعني إحنا خلصنا حل هذا التمرين الآن خلنا نذهب لحل التمرين يلي بعد يجو التمرين الرابع بيعتمد على قواعد المقارنة اللي أخذناها في درس الماضي يلي كان في كتاب الطالب تكلمنا فيها عن قواعد المقارنة يلي ما حظى ذلك الدرس بفروض يحضروا حتى الأمور تكون أساني إن شاء الله لكن باختصى بنسبة مراجعة سريعة حتى إذا في حدا نسي شيء بالنسبة لبارد بالنسبة لبارد المقارنة بدل بارد بتصير أبرد colder فأنا بضيف ER حار hot أحر hotter فأنا بضيف ER طبعا هناك سألو أني ضفت هون T إضافية لكن ما بدأت شعب كثير فأيذن cold colder hot hotter short رح تكون إيش shorter tall taller فطويل أطول قصير أقصر وهكذا هاي الطريقة الأولى للمقارنة فعند الطريقة الثانية للمقارنة اللي هي على سبيل المثال Cairo isn't as cold as Beirut in the winter القاهرة ليست باردة مثل بيروت القاهرة ليست باردة مثل بيروت أو كبيروت في الشتاء فأنا بعندي طرفين بالمقارنة القاهرة وبيروت الصفة صفة المقارنة cold بدي أعرف أنه أياهم أبرد من الثاني فأنا بحكي أن القاهرة ليست باردة مثل بيروت فإذن بيروت هي أكثر برودة فبدل ما أحكي Beirut is colder than Cairo بحكي بالطريقة ثانية Cairo isn't as cold as Beirut الثانية يعني صحيح بيعطوه نفس المعنى لكن لازم أعرف الطريقتين طيب نأتي إلى هنا نحن الآن هذا الجدول لسه لحد هسه بتصور أنه حافظينه أو في عنا فكرة عنه في عنا الجملة الأولى مقارنة بين عمان وبين الرياض من ناحية hot أو cold يترى هل عمان أكثر حرارة من الرياض ولا أبرد كلنا عارفين أن هالرياض حارة جدا فبالتالي رح نحكي Amman isn't عمان ليست حارة مثل الرياض يعني عمان ليست حارة مثل الرياض إذن أيهما أحر الرياض لما أستخدم طريقة isn't as صفة as فالطرف الثاني يكون حائز على الصفة أكثر من الطرف الأول نأتي إلى الجملة الثانية Amman isn't as بعدين في عندي إما dry اللي هو جاف وcold وبرد as Beirut in the winter إذن في عندي عمان وفي عندي بيروت محن نتكلم عن winter يترى هل بيروت أكثر برودة من عمان في الوينتر إذا رجعنا لهنا نجد أنه بالفعل في الوينتر بيروت 11 درجة بينما عمان 12 فبالتالي بيروت هي أكثر برودة عشان هيك رح أحكي Amman isn't as cold as Beirut in the winter فرح أستخدم cold رح أستخدم cold ما رح أستخدم dry لأن إذا استخدمت dry بتكون بيروت أكثر جفافا من عمان والحقيقة بالعكس بيروت فيها 900 مليمتر من الأمطار بينما عمان فقط 200 نذهب إلى question 3 أو sentence 3 بيروت is في عندي colder abroad أو dry أكثر جفافا than Cairo in the winter إذن إذن في عنا مقارنة بين بيروت والقاهرة فيترى هل بيروت أبرد من القاهرة ولا بيروت أكثر جفافا من القاهرة طبعا المستحيل تكون بيروت أكثر جفافا من القاهرة لأن بيروت الأمطار فيها 900 بينما القاهرة بس 50 فاللي أكثر جفافا القاهرة القاهرة وليس بيروت فبالتالي مستحيل أستخدم دراير لكن بيروت هي أبرد فبالتالي راح أستخدم colder يمكن خلصنا 3 نذهب إلى 4 A man isn't as wet or hot as real في عنا مقارنة بين عمان والرياض يترى هل الرياض أكثر رطوبة من عمان أكثر رطوبة يعني أمطار أكثر طبعا مستحيل الرياض ليست أكثر أمطار من عمان الخيار الثاني أو الاحتمال الثاني هل الرياض أكثر حرارة من عمان نعم صحيح فبالتالي نختار hot فرح نختار رح نحكي A man isn't as hot as real عمان ليست باردة مثل الرياض نذهب الآن لـ 5 كايرو is wetter or hotter wet 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 رطب water أكثر رطوبة يعني أمطار أكثر hotter يعني أكثر حرارة than a man in the summer إذن في عندي مقارنة بين كايرو وأمان فهل يترى القاهرة أكثر رطوبة من عمان يعني أمطار أكثر الصحيح أنه لا لأن القاهرة تذكروا فيها بس 50 مليمتر أمطار عمان 200 هل القاهرة أكثر حرارة من عمان نعم صحيح فعشان هيك رح أختار hotter hotter معاناتها أحر أو أكثر حرارة في عندي الجملة أخيرة كايرو isn't as dry أو wet as بيروت في عندي مقارنة بك كايرو مقارنة مع بيروت من ناحية dry جاف أو wet رطب فهل القاهرة ليست جافة مثل بيروت يعني بيروت تكون أكثر جفافة من القاهرة طبعا مستحيل لأن بيروت فيها مطار أكثر الخيار الثاني أن القاهرة ليست رطبة مثل بيروت يعني بيروت فيها أمطار أكثر وهذا هو الجواب الصحيح عشان هيك أنا راح أختار wet يلي ماتها رطب هيك نكون خلصنا هاي الصفحة لا تنسوا تعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وإعجاب في الفيديو مشاركته مع الآخرين السلام عليكم ورحمة الله